الفصل السادس تتابع الانتصارات الانجليزية يقول الدكتور عاليل الوردي تحت هذا العنوان على أثر انتحار سليمان عسكري بيك في الشعيبة قررت الحكومة العثمانية العودة إلى النظام الذي كانت عليه في بداية الحرب وهو جمع الأمور الإدارية والعسكرية في يد رجل واحد فأزلت الوالي سليمان نظيف بيك وعينت مكانه نور الدين بيك ليكون واليا وقائدا للجيش في آن واحد إن نور الدين بيك هو ابن المشير إبراهيم باشا والي طرابلس الغرب سابقا وكان عند تعيينه في العراق في الواحد والأربعين من أمره والمعروف عنه أنه كان قائدا محنكا ذا ثقافة عسكرية عالية وكان بالإضافة إلى ذلك صارما شديد القسوة لا يبالي أن يأمر بقتل الإنسان لأقل هفوة تبدر منه وصل نور الدين بيك إلى بغداد في التاسع عشر من آيار ألف وتسعمائة وخمسة عشر وبعد أن درس الموقف العسكري التفت نحو الجرائد التي كانت تصدر في العراق يوم ذاك فوجدها على خلاف ما كان يتوقع منها إذ هي كانت في نظره غير حريصة على تأييد الدولة بمقالاتها وأخبارها كما ينبغي فأصدر أمره حالا بإغلاق تلك الصحف وبنفي أصحابها إلى أماكن نائية فكان من نصيب الأب أنستاس ماري الكرملي والحاج عبد الحسين الأزري وداود صليوة أن نفي إلى الأنظول وعبد اللطيف ثنيان وابراهيم صالح شكر أن نفي إلى الموصل وقد تمكن سليمان الدخيل من الهرب إلى ابن سعود قبل إلقاء القبض عليه ولم يسلم من النفي سوى محمد فار صاحب جريدة الزهور لأنه كان شديد الولاء للدولة يؤيدها في جريدته تأييدا قوية هذه المعلومات في الهامش من رفائيل بطي الصحافة في العراق القاهرة 1955 صفحة 39 إلى 40 نعود إلى المتن والتفت نور الدين بيك بعد إذن نحو اليهود والنصارى فهو كان يخشى منهم ويعتبرهم رتلا خامسا للإنجليز وأراد أن يفعل بهم مثل ما فعلت حكومة اسطنبول بالأرمن ويروى أنه استدعى إليه رجلين من أهل الرأي ليستشيرهما في هذا الأمر هما الشيخ نعمان الأعظم وفؤاد بيك الدفتري وقد انبرى الأعظم يدافع عن اليهود والنصارى وأثبت للقائد أن ليس هناك أي خطر أو أي خطر منهم على الوضع العسكري وقد أيد الدفتري هذا الرأي أيضا وظاهر أن نور الدين بيك لم يقتنع بهذا الرأي اقتناءا تاما حيث وجدناه يأمر بنفي نفر من وجهاء اليهود والنصارى إلى الموصل تونزند وحليم بيك تحت هذا العنوان يقول الدكتور علي الوردي كانت الحملة الإنجليزية في بداية الأمر تتألف من فرقة واحدة هي الفرقة السادسة بقيادة الجنرال باريت على نحو ما ذكرناه سابقا وقد قررت الحكومة الإنجليزية أخيرا جعل الحملة بقوة فرقتين حيث أضافت إلى الفرقة السادسة فرقة أخرى هي الفرقة الثانية عشر وعينت لهما قائدا عاما هو الجنرال نيكسون وقد وصل هذا القائد الجديد إلى البصرة في التاسع من نيسان الف وتسعمائة وخمسة عشر أي قبل معركة الشعيبة بثلاثة أيام وعند وصوله قدم الجنرال باريت أو قدم الجنرال باريت استقالته معتذرا باعتلال صحته ثم عاد إلى الهند عينت الحكومة الإنجليزية الجنرال طون زيند قائدا للفرقة السادسة بدلا من باريت وكان هذا القائد الجديد يعمل في الجيش الشمالي في الهند وهو يحدثنا في مذكراته عن كيفية تبليغه بخبر التعين فيقول إنه بينما كان يتناول طعام العشاء في نادي راول بندي في ليلة من ليالي نيسان الف وتسعمائة وخمسة عشر وصلته برقية من وزير الحربية يخبره فيها بأنه عين قائدا للفرقة السادسة في العراق خلفا للجنرال باريت فكان فرحه بذلك عظيما وقد سافر بعدئذ إلى كاراتشي بالقطار ومن هناك ركب باخرة متوجهة إلى البصرة فوصلها في ظهر الثالث والعشرين من نيسان وقابل رئيسه الجنرال نيكسون فور وصوله حيث أطلعه هذا على الموقف العسكري والمهمة التي نيطت به كان طون زيند عند تعيينه لمنصبه الجديد في الرابعة والخمسين من عمره المصادر في الهامش محمد صالح السهروردي لب الألباب بغداد الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الجزء الثاني من الف من ثلاثمائة وثمانية وثمانية يوسف رزق الله غنيمة دا تاريخ يهود العراق بغداد الف وتسعمائة واربعة وعشرين صفحة مائة وواحد وثمانين وشارلس طون زيند محاربة في العراق ترجمة عبد المسيح وزير بغداد الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين صفحة خمسين إلى واحد وخمسين نعود إلى المتن كان طون زيند عند تعيينه لمنصبه الجديد في الرابعة والخمسين من عمره وقد نال رتبة ميجر جنرال أي لواء قبل ذلك بأربع سنوات وكان يطمح أن ينال الترقية إلى رتبة ليفتننت جنرال أي فريق قريبا إنه كان من أسرة أرستقراطية إذ كان جده لوردن والمعروف أنه كان شديد الطموح دعوبا لا يهدأ في سبيل طموحه وكان أيضا كثير القراءة في التاريخ العسكري ومولعا بنابليون واعتاد أن يقارن خططه بخطط نابليون وكان بعض مرؤوسه حين ينزعجون منه يتهكمون عليه بقولهم إنه يحاول تقليد نابليون في حركاته كان الأتراك يوم ذاك متمركزين في مواقع لهم إلى الشمال من القرنة وكان قائدهم هناك ضابط اسمه حليم بيك والمعروف عن هذا القائد أنه كان ضعيف الكفاءة متفسخا وصفه عثمان خلوص بيك في مذكراته قائلا ما نصه الأميرالاي حليم بيك رجل أناني يعتقد أنه لم يوفد إلى العراق ذلك البلد البعيد إلا ليؤمن لنفسه مستقبلا باهرا ولكن ليس بالدفاع المجيد عن الوطن وإدراك الفوز بل بالخيانة ولهذا رأيناه منذ تولي مقدرات الفرقة في الجبهة يعمل على مطاردة القبائل بضغط وشدة للحصول على الحبوب ومن المؤسف وهو ما نرويه للحقيقة والتاريخ أن هذا القائد لم يكن يحاول تأمين حاجات الجيش بل المتاجر بالحبوب وجمع ثروة طائلة وقد نجح في ذلك وأكدت لنا الأخبار الراهنة أنه أرسل مع قريب له أشرين ألفا من الليرات الذهبية في شهر آذار ثم عاد وأرسل مثلها في نيسان وهذه الأموال هي نواة الثروة الفاحشة التي يتمتع بها الرجل في الوقت الحاضر ولم تقف مساعي هذا القائد عند هذا الحد بل عمد إلى الاتفاق سراً مع القائد الإنجليزي طون زند على الخيانة فتناول مبلغاً من المال يقال أنه زاد على عشرين ألفاً من الليرات الذهبية في مقابل تدبير خطة التراجع التي وقعت في صفوف العثمانيين إن من سوء حظ الأتراك في جبهة القرنة أن يكون قائدهم من هذا الطراز الواطئ بينما قائد الفرقة الإنجليزية المقابلة لهم من طراز طون زند معركة الزوارق كان طون زند في مساء اليوم الأول من وصوله إلى البصرة قد ركب زورقاً بخبخارياً سريعاً حيث توجه به إلى القرنة بغية دراسة الموقف العسكري فيها وفي صباح اليوم التالي صعد نوع طون زند برجاً خشبياً أعد له هناك فوجد المياه محيطة بالقرنة من جميع نواحيها على مد البصر وذلك لشدة الفيضان في تلك السنة وكان الأتراك قد اتخذوا مواقعهم على تلول متفرقة هنا وهناك كأنهم في جزائر صغيرة عاد طون زند إلى البصرة عصراً وانكب على وضع خطته وهو يقول في مذكراته إن مياه الفيضان كانت تحول بينه وبين القيام بالمناورات الحربية مهما كان نوعها ولهذا وضع خطته على أن تقوم فرقته بالهجوم المباشر على موقع العدو بينما تقوم الفرقة الثانية عشرة بالالتفاف حول العدو من جهة عربستان إذ تحاول الوصول من هناك إلى العمارة فتهدد العدو بقطع طريق الرجعة عليه وتضطره إلى الانسحاب العاجل وقد استحسن نيكسون هذه الخطة غير أنه وجد فيها عيبا وأنها تؤدي إلى خرق حياد إيران فترك طون زند هذه الخطة وأخذ يفكر في وضع خطة أخرى الواقع أن هذه الحج التي تذرع بها نيكسون في انتقاد خطة طون زند تدعو إلى الاستغراب ففي نفس الوقت الذي كان فيه نيكسون يخشى من خرق حياد إيران نرى قواته تهاجم قرية خفاجية التي كانت تابعة لإيران وتدمرها تدميرا ويخيل لي أن نيكسون كان لديه سبب آخر خفي يدعوه إلى انتقاد خطة الطون زند ولعله لم يحب أن يعلن هذا السبب فتظاهر بالغيرة على حياد إيران وضع طون زند خطة أخرى على أساس استخدام الزوارق المحلية أي الإبلام في مهاجمة المواقع التركية فحشد زهاء خمسمائة زورق وأعد في كل زورق عشرة جنود كما أعد سبعة مراكب حربية كانت ثلاثة منها كبيرة نسبيا هي سبيغل وكليو وأودن والأخرى صغيرة هي كوميت وشيطان وسومانة وليويس بلي كان المفروض من القائد أو في القائد التركي العام نور الدين بيك أن يأتي إلى الجبهة بنفسه على نحو ما فعل سلفه المرحوم سليمان عسكري بيك ولكنه لم يفعل لسبب لا نعرفه وآثر أن يجعل مقره في الكوت وقيل إنه قرر سحب القوات التركية الموجودة في جبهة القرنة إلى الوراء نظرا للظروف غير الملائمة لها من الناحية العسكرية ولكن قائد الجبهة حليم بيك اعتذر عن تنفيذ ذلك بقلة وسائل النقل النهرية المتوفرة لديه ومكث في محله ولا ندري هل فعل حليم بيك ذلك عن حسن نية أم لسبب آخر وفي فجر الواحد وثلاثين من أيار بدأ الهجوم الإنجليزي على المواقع التركية حيث تحركت الزوارق والمراكب نحوها وأخذت تصب عليها النيران بشكل لم يسبق أن حدث مثله في تاريخ العراق أضف إلى ذلك أن طائرات ثلاث جاءت من البصرة وأخذت تحوم في سماء المعركة وكانت تلك أول مرة يشاهد العراقيون فيها طائرة في السماء فاشتد الرؤب منها في قلوب الأتراك والمجاهدين الذين كانوا يقاتلون معهم وقد بلغ تأثير الطائرات في نفوس العشائر أنهم أطلقوا عندئذ هوستهم المشهورة متعجب خالق لبعيرة وفي صباح اليوم التالي ألقت إحدى الطائرات رسالة إلى الجنرال طونزان تخبره بأن الأتراك ينسحبون من مواقعهم وقد أبدى طونزان دهشته من هذا الانسحاب المفاجئ وهو يقول في مذكراته إن المواقع التركية كانت منيعة جدا بسبب فيضان النهر وكانت الكفة راجحة إلى جانب الأتراك وأعتقد كل الاعتقاد أني لو كنت في محل القائد التركي لكسرت القوات الإنجليزية القوات الإنجليزية شر كسرة وكبتها خسارة فادحة المصادر شكري محمود نديم حرب العراق بغداد 1967 صفحة 40 وباركر The Neglected War لندن 1967 بيج الصفحة 86 والمصدر الآخر تحسين العسكري الثورة العربية الكبرى بغداد 1936 الجزء الأول صفحة 70 نعود إلى المتن ونحن لم يتم لنا الفوز في تلك المعركة إلا لأن القائد التركي حليم بيك كان جبانا لا يملك مثقال ذرة من الحزم فلما استولينا على مواضعه الأمامية لاذ بالفرار بدلا من الثبات في وجهنا هنا نود أن نتساءل هل كان أن نسحاب حليم بيك بسبب جبنه وقلة حزمه كما يقول طونزند أم كان بسبب المبلغ الضخم من الليرات الذي وصله من طونزند سرا كما يقول عثمان خلوصي بيك علم ذلك عند الله البلاغات الرسمية إن معركة الزوارق التي تحدثنا عنها آنفا نالت شهرة عالمية في حينها وأخذت الصحف تتحدث عنها إذ هي كانت نادرة في تاريخ الحروب وقد سماها اللورد كرو في مجلس اللورد دين بلندن بالحملة البرمائية وأطلقت عليها الصحف البريطانية اسم سباق زوارق طونزند وعلى أي حال فقد كان انسحاب الأتراك عقب تلك المعركة غير منظم تسوده الفوضى فقد ركب بعضهم في المراكب والسفن المحلية والزوارق بينما سار البعض الآخر مشيا على الأقدام وكانت المراكب الإنجليزية تتعقبهم بشدة وترميهم بالقنابل فهلك منهم الكثيرون ووقع في الأسر منهم بضع مئات ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي أصيبت فيه القوات التركية بتلك الهزيمة الشنعاء كانت البلاغات العسكرية تصدر ببغداد وهي تنوه بالانتصارات التي نالتها تلك القوات في حربها ضد الإنجليز فقد صدر بعد ثلاثة أيام من المعركة بلاغ هذا نصه وردت وردت برقية من قائد القوات العثمانية المضفرة في الجبهة العراقية تدل على أن القوات الإنجليزية حاولت مرارا متعددة احتلال مراكزنا الأمامية إلا أنها فشلت نهائيا وردت على أعقابها ثم صدر في اليوم نفسه بلاغ آخر يقول إن العدو اضطر إلى التقهقر ولم تعلم خسائره حتى الآن ولكن المظنون أنها كثيرة جدا وفي اليوم التالي صدر بلاغ ثالث هذا نصه إن العدو الذي دحرناه ورددناه بنجاح في غربي القرنة في جوار قلعة النجم كما ورد في بلاغ أمس جاء بنجدات أخرى وابتدأ في الساعة العاشرة ليلا بالهجوم على مراكزنا واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى الساعة الثانية بعد الظهر الثانية بعد الظهر وانتهت بانكسار العدو وتشتيته وخصوصا عند جناح نا الأيمن وكان وكان العدو قد شحن جنودا ومدافع ورشاشات في الزوارق التي تقوى على الانتقال في المجاري المسمات أهوارا والتي تصب في الفرات شرقي قلعة النجم واندس العدو خلف جناحنا الأيمن محاولا الإحاطة بنا إلا أن ما أظهره جنودنا ومجاهدونا في هذا الجناح من الثبات اضطر العدو إلى الانهزام التام وتراجع مشتة مقهورا حتى أن الإنجليز الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الزوارق فروا تاركين في النهر سلاحهم ومدفعين رشاشين وقد نزل بالعدو في هذه المعركة خسارة تزيد على ألف قتيل وجريه وبين القتلى قائد إنجليزي برتبة ميجر وضابطان ثم صدر بعدئذ أو صدرت بعدئذ ثلاثة بلاغات أخرى خلال مدة قصيرة وهي تنحو مثل هذا المنح يبدو أن الأتراك أرادوا بهذه البلاغات المتعاقبة ترسيخ الكذبة في أذهان الناس وهذا يذكرنا بأسلوب الدعاية الذي تبعه غوبلز في الحرب العالمية الثانية حيث كان شعاره اكذب وكذب ثم اكذب حتى يصدقك أو يصدقك الناس سقوط العمارة كان طون زند قد قرر عقب انتصاره في معركة الزوارق أن يستغل هذا الانتصار إلى الدرجة الغصوى وبكل وسيلة متيسرة لديه فأوعز إلى أسطوله النهري المؤلف من سبعة مراكب أن يطارد الأتراك المنسحبين بأقصى سرعة ممكنة كما قرر أن يذهب بنفسه مع الأسطول تاركا قواته وراءه وكان قصده من ذلك الوصول إلى العمارة قبل أن يتمكن الأتراك من تحضير وسائل الدفاع فيها إنها كانت مجازفة عسكرية مليئة بالخطر ولكن طونزند صمم على القيام بها دون اهتمام بأي شيء آخر ومن يدري فربما كان متفقا على ذلك سرا مع حليم بيك كان طونزند قد جعل مقره في المركب سبيكل وحين وجد هذا المركب أو المركب بطيئا في سيره انتقل إلى مركب آخر أصغر منه وأسرع هو كوميت ولم يكن يرافقه سوى ثلاثين بحارا واثني عشر جنديا وستة ضباط فقط وقد رافقه أيضا السير بيرسي كوكس لمساعدته في التفاهم مع أهل القرى والمدن المتوقع احتلاله وفي الساعة الثالثة والنصف من عصر الثاني من حزيران الف وتسعمائة وخمسة عشر وصل أسطول طونزند إلى بلدة قلعة صالح وكانت الأعلام البيض ترفرف على جميع بيوت البلدة وشهد زورق قادما من البلدة وهو يحمل رؤساءها لمقابلة طونزند واغتنم طونزند الفرصة ليؤثر فيهم نفسيا فقال فقال لهم كونوا بأمان ليس هناك من يعتدي عليكم ما دمتم أعلنتم خضوعكم واستسلامكم وهناك خمسة عشر ألفا من جنودنا ستصل طلائعها في هذا المساء أو في صباح غد على أبعد تقدير وهذه القوات بحاجة ماسة إلى القوت وعلى في حيواناتها فعليكم أن تعملوا منذ الآن على تلبيتنا فيما نطلب منكم وكونوا على ثقة وطيدة بأن قواتنا هذه وإن كانت قادرة على امتلاك ما تحتاجه فورا غير أنها لا تستولي على شيء قبل دفع ثمنه نقدة فلسنا نريد أن نتبع خطة الأتراك في امتلاك ما لدى الأهلين عنوة ونحن لا نضمر للأهلين العداء إننا نعتبركم كإخوان لنا ونحن لم نخض هذه الحرب الطاحنة إلا من أجل إنقاذكم والعمل وإياكم يداً واحدة المجلة الأسرار البيروتية في عددها الصادر في السادس والعشرين من تموز 1938 الواقع أن قوات طونزند كانت وراءه بمسافة بعيد وهي لم تكن بهذا العدد الذي ذكره طونزند وهي كذلك لم تكن بحاجة إلى قوت وعلف ولكن طونزند إنما قال ذلك لرؤساء قلعة صالح بقصد الخداع والحيلة فهو كان يعلم بأنهم سينقلون الخبر إلى الأتراك بسرعة وسيؤدي ذلك إلى انهيار عزيمة الأتراك وقد نجحت الحيلة فعلا وسار الأسطول نحو العمارة فكان يشاهد الأعلام البيض منصوبة في جميع القرى التي يمر بها وكان الرجال والنساء والأطفال الذين يعملون في الحقول يلوحون بأيديهم له ولما وصل الأسطول إلى مسافة 12 ميلا من العمارة ارتأ طونزند التوقف لأنه كان معتقدا كل الاعتقاد أن الأتراك سيقاتلون للدفاع عنها وقد جرت محاورة بينه وبين أحد ضباطه الكابتن نين فقد كان هذا الضابط يلح على المغامرة باقتحام العمارة واحتلالها بينما كان طونزند يريد التريث لوثوقه من أن الأتراك سيدافعون عن البلد وبعد ساعة من هذه المحاورة طرأ تغير على تفكير طونزند حيث قرر أن يجرب حظه ويتقدم نحو العمارة على سبيل المجازفة الواقع أن حليم بيك كان قبل وصول أسطول طونزند إلى العمارة قد أصدر أوامره للدفاع عنها وقد كان في مقدوره أن ينجح في الدفاع عنها لو أنها أو أنه كان مصمما على ذلك إذ كان لديه فوج تركي فدائي هو الفوج الذي يسمى بإطفائية إسطنبول وهو مشهور ببسالته وقوة صموده في القتال أضف 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 إلى ذلك أن قوات الداغستاني التي انسحبت من عربستان كانت على وشك الوصول إلى العمارة وكان عددها يناهز الألفين أما طونزند فكانت قواته بعيدة وراءه بمسافة يستغرق قطعها 24 ساعة وكان في مقدور حليم بيك أن يأسر طونزند ومرافقيه القليلين بسهولة قبل أن تصل قواته إليه أو قواته إليه ومهما يكون الحال فقد قرر حليم بيك فجأة أن يستسلم للإنجليز وفي عصر الثالث من حزيران عندما كان أسطول طونزند قد وصل تجاه دائرة القمرق في الأمارة شهد زورق قادما من البلدة وتبين أنه يحمل القائد حليم بيك ومعه متصرف العمارة عاصم بيك وعدد من الضباط كبارا وصغارا إنهم جاءوا لمقابلة طونزند بغية الاستسلام له وأراد طونزند أن يكرر نفس الحيلة التي فعلها مع رؤساء قلعة صالح من قبل فقال للمتصرف إن وراءه قوة عسكرية تعدادها خمسة عشر ألف جندي وهي ستصل بعد وقت قصير وسوف تكون بحاجة إلى أطعم فأجاب المتصرف وقد انطلت عليه الحيلة أن لديه مقادير كبيرة من البقص البقصماط وأراد طونزند أي يقوي تأثير الحيلة في قلوب الأتراك فصار يبدي تذمره بحجة أن مقادير البقصماط على كثرتها لا تكفي لإطعام قواته الكثيرة التي هي على وشك الوصول وألح على المتصرف أن يقوم حالا بجمع الأغنام في البلد وبعد أن وثق طونزند من نجاح حيلته أرسل ضابطا صغيرا مع جنديين إلى الثكنة في البلد لأسر الفوج الفدائي الذي كان تعداده ستمائة جندي وحين وصل الضابط والجنديان إلى الثكنة استسلم الفوج كله لهم فكان منظرا عجيبا حيث كان ثلاثة رجال يسوقون فوجا فدائيا فأخرجوه من الثكنة ثم ساروا به إلى رصيف النهر وأركبوه جنيبة كبيرة وكان طونزند يخشى أن يفطن الفوج إلى الحيلة فيتمرد على آسريه الثلاثة ولهذا أوعز بأن تتحرك الجنيبة التي تحمل الفوج إلى وسط النهر وتقف هناك لكي تكون تحت رحمة المدافع المسلط عليها من المراكب وصادف في تلك الساعة وصول قوات الداغستان إلى العمارة قادمة من عربستان فأطلق المركب شيطان عليها قنابلة فاستسلمت طلائع تلك القوات للإنجليز بينما هرب الباقون نحو الشمال بلا نظام ولكن ولكن بعض هؤلاء الهاربين عادوا فاستسلموا للإنجليز يحدوهم الخوف من أعراب بنيلام وفي صباح الرابع من حزيران أخذ بعض سكان العمارة ينهبون بيوت الضباط الأتراك ودوائر الحكومة والمستشفيات ومستودعات الأطعمة وغيرها فكان منظرهم وهم يحملون منهوباتهم على شاطئ النهر كأنهم أسراب النمل وبدأ الطلقات الرصاص تسمع من داخل البلدة كأنهم فأصدر طونزند أمره إلى المركب كوميت بأن يطلق النار على الناهبين الذين كانوا يركضون على ظفة النهر فسقط منهم أربعة أو خمسة أشخاص بينما أخذ الباقون يرمون المنهوبات من أيديهم ويهربون لا يلوون على شيء وهم يطأون بعضهم بعضا المصادر تشارل ستونزند المصدر السابق صفحة خمسة وتسعين كان مجموع الأسرع الذين الذين وقعوا في أيدي الإنجليز في واقعة العمارة يقارب الألفين ثم وصل الجنرال نيكسون إلى العمارة فهنأ تونزند تهنئة حارة على هذا النصر الرائع الذي ناله من غير خسارة ويقول باركر أن هذا الانتصار هو الذي بعث الثقة المفرطة في قلوب القواد البريطانيين مما شجعهم على القيام بمغامرات أخرى تلك المغامرات التي انتهت بكوارث سلمان باك والكوت تحت عنوان قصة ذات مغزة يقول الدكتور الوردي حدثت للضابط العراقي تحسين العسكري على أثر سقوط الإعمارة قصة جديرة بالذكر هنا لما فيها من مغزا اجتماعي وهو قد سجلها في مذكراته ننقل فيما يلي ملخصا لها كان تحسين العسكري من بين ضباط القوات التركية التي استسلمت في العمارة ولكنه لم يسلم نفسه مع بقية الضباط بل آثر الهرب من الانجليز ولهذا تنكر بالملابس الاهلية وذهب يمشي في أزقة العمارة على غير هدى وبينما هو سائر في الأزقة شاهد زميلا له بغداديا ببزته الرسمية اسمه برقي شوقي واتفق الاثنان على الالتجاء إلى أحد البيوت للاختفاء فيه ووقع اختيارهما على دار فطرق بابها فخرجت إليه ممرأة تبين أنها يهودية أو يهودية فأدخلتهما إلى الدار وهناك في الدار غير الضابط برقي رأيه وقرر الاستسلام للإنجليز ثم انطلق خارجا أما تحسين العسكري فقد قرر الالتجاء إلى الشيخ عربي رئيس عشيرة البو محمد وأرسل إليه أحدا من أهل الدار يخبره بأمره فأرسل الشيخ عريبي إليه عبدا من عبيده لاستحابه إلى داره من الجدير بالذكر أن الشيخ عريبي كان قد شارك في حركة الجهاد على رأس عشيرته في القرنة وكان قبل هذا قد حصل على لقب باشا من الحكومة التركية ولكنه عند عودته إلى العمارة اغتنم أول فرصة أتيحت له لمراسلة السير بيرسي كوكس والتفاهم معه ولما سقطت العمارة في الثالث من حزيران سعى الشيخ عريبي لتجديد صلته بالانجليز وتوثيقها حيث نراه في صباح اليوم التالي يذهب لزيارة طونزند وكوكس في مركبهما في النهر وفي عصر ذلك اليوم جاء كوكس لرد الزيارة للشيخ عريبي في داره وعند وصول كوكس إلى الدار لم يكن الشيخ عريبي فيه بل كان ابنه محمد ومعه الشيخ مجيد الخليفة وكان العسكري جالسا معهما في غرفة مطلة على الشارع ويدعي العسكري أنه حين لمح كوكس قادما في الشارع توترت عصابه فتناول مسدسه يريد قتل كوكس به ولكن الرجلين أمسكا بيده واختطف المسدس منه ولما علم الشيخ عريبي بالأمر أخيرا قرر التخلص من العسكري لكي لا يورطه مع الإنجليز في مشكلة هو في غنى عنها فاستحصل له من كوكس وثيقة أو وثيقة مرور باسم مستعار ثم ساعده على الخروج من العمارة والذهاب إلى مركز العشيرة في قرية مسعيدة غادر العسكري العمارة في الخامس من حزيران حيث ركب زورقا وسار به شمال وعلى بعد عشرة كيلومترات من العمارة شاهد على الشاطئ ضابطا بغدادي اسمه حسن الشواف وكانت العشائر قد سلبته كل ما عليه ولم يترك له سوى ثوب رث فأركبه معه في الزورق واستمر على السير حتى وصل هو ورفيقه إلى قرية الامسعيدة فنزل في مضيف الشيخ عريبي كانت الشيخ الشيخة عريبة أخت الشيخ عريبي هي التي تقوم مقام أخيها أثناء غيابه في إدارة الشؤون المضيف وقد رحبت الشيخة بالرجلين الذين نزل عندها وهيئت لهما كل وسائل الراحة وقد مكث الرجلان في المضيف حتى اليوم التالي ومن غرائب الصدف أنهما بينما كان جالسين في المضيف إذ شاهد كوكس نفسه يدخل المضيف وبصحبته الشيخ عريبي كان الغرض من مجيء كوكس هو لزيارة المضيف ولما أتم كوكس شرب القهوة التفت بشكل مفاجئ نحو الشيخ عريبي وأخته وأخته يسألهما هل صحيح أن عندكم ضباطا من الأتراك مختبئين فجفل الشيخ عريبي من هذا السؤال ووثب على قدميه قائما وأخذ يقسم بالأيمان المغلضة على أن الخبر غير صحيح وأنه لا بد أن يكون وشاية من أعدائه للتنكيل به فتضاحك كوكس كأنه يريد أن يهدئ من روع الشيخ عريبي ثم حضر الطعام فانقطع عن الموضوع وقد عاد كوكس إلى العمارة عقب تناول الطعام أما العسكري والشواف فقد غادر المضيف حيث ركب زورقهما متوجهين به نحو الكوت سقوط الناصرية على أثر احتلال العمارة قرر الجنرال نيكسون أن يحتل الناصرية لكي يتم بذلك السيطرة على ولاية البصرة كلها بألويتها ثلاثة وقد ناط هذه المهمة بالجنرال غورينج وكان هذا القائد قد عاد توا من حملته الانتقامية في عربستان إن التحريات التي قام بها غورينج دلت على أن الطريق الأفضل للوصول إلى الناصرية هو التحرك من القرن عبر الفرات ثم اجتياز بحيرة الحمار إلى جدول عكيكة ومنه إلى سوق الشيوخ فالناصرية وفي فجر السابع والعشرين من حزيران الف وتسعمائة وخمسة عشر تحركت الحملة الإنجليزية من القرنة وكانت مؤلفة من مراكب حربية وبواخر تحمل الجنود وعدد من الزوارق والجنائب وكان منظر المركبين سبيكل وأودن وهما يمخران بحيرة الحمار بصواريهما العالية يملأ القلوب رعبا وصلت طلاع الحملة إلى صدر جدول عكيكة في الساعة الواحدة والنصف من عصر ذلك اليوم فوجدت هناك سدة متينة الصن كانت العشائر قد صنعتها لرفع مستوى الماء في الجدول قوامها أحجار وأخشاب وسفن قديمة فحاول الإنجليز تدمير السدة بقصفها بالقنابل ولكن القصف لم يؤثر فيها شيئا واضطروا أخيرا إلى نسفها بالديناميت وقد بذلوا في ذلك جهودا مظنية استغرقت ستا وثلاثين ساعة وبعد نجاح الإنجليز في اجتياز سدة عكيكة توجهوا نحو بلدة سوق الشيوخ فاحتلوها في السادس من تموز وقد وصل إلى البلدة عقب احتلالها السير برسي كوكس الذي كان الأعراب يسمونه سبوزي كوكس فجرت بحضوره حفلة رفع العلم البريطاني على سراي الحكومة وبعد احتلال سوق الشيوخ توجهت القوات الإنجليزية نحو الناصرية ويبدو أن الإنجليز كانوا يظنون أنهم سوف يحتلون الناصرية بمثل السهولة التي احتلوا بها العمارة ثم اتضح لهم أخيرا أن ظنهم هذا لم يكن على صواب كان قائد القوات التركية في الناصرية ضابطا بغداديا اسمه أحمد بيغ أوراق وهو من طراز يختلف كل الاختلاف عن طراز حليم بيغ إذ كان رجلا باسلا مخلصا لدولته عليما بقواعد الحرب وقد عبأ قواته للدفاع عن الناصرية تعبئة جديرة بالثناء ولما تقدمت القوات الإنجليزية نحو الناصرية وجدت مقاومة عنيفة على طول الطريق إليها وكانت تلك أول مرة يجابه الإنجليز فيها مثل هذه المقاومة العنيفة في العراق طلب الجنرال غورنج الامدادات من البصرة غير مرة ولم يتمكن من الوصول إلى الناصرية إلا بعد جهد جهيد وقد تم له احتلالها في الرابع والأشرين من تموز غير غير أنه لم يوفق إلى تأسير جميع القوات التركية التي كانت فيها فقد أفلت القسم الأكبر منها متجها إلى الشطرة ومنها التحق بالقوات الرئيسة التي كانت تتجمع في الكوت بإمرة القائد العام نور الدين بيك نور الدين بيك كانت خسائر الأتراك تقارب الألفين بين قتيل وجريه وخمسة عشر مدفعا ونحو ألف من الأسر أما الإنجليز فكانت خسائرهم زهاء خمسمائة قتيل وجريه وقد أتبرت معركة الناصرية نصرا عسكريا للجنرال غورنج غير أنها كانت غلطة سوقية بالنسبة للجنرال نيكسون فلقد كان من الأفضل لنيكسون أن يركز كل قواته على دجلة باتجاه الكوت وبغداد بدلا من بعثرة قسم منها في الناصرية إن احتلال الناصرية لم يخدم أي غرض عسكري هام وكان القائد الإنجليزي العام في الهند قد اعترض على القيام به منذ البداية فرارو ضباط عراقيين كان في الناصرية قبل سقوطها بيد الإنجليز كثير من الضباط العراقيين وكانوا فئتين احدهما متمسكة بعثمانيتها وترى وجوب الاستمرار في القتال إلى جانب الأتراك ضد الإنجليز الكفار أما الفئة الأخرى فكانت على الضد من ذلك تؤمن بالقومية العربية وترى أن الدولة العثمانية تعاني الآن سكرات الموت بعد الهزائم المنكرة التي حلت بها ويجب على العرب أن يغتنموا هذه الفرصة للاتصال بالإنجليز والتعاون معهم في سبيل تأسيس دولة عربية مستقلة وفي السابع والعشرين من حزيران قرر ثلاثة ضباط من هذه الفئة الأخيرة أن يهرب إلى الخطوط الإنجليزية وهم مولود مخلص وعبد الله الدليمي وعلي جودة الأيوبي ليس لدينا علم عن كيفية هرب الضابطين الأولين أما الثالث وهو علي جودة الأيوبي فقد سجل قصة هروبه في مذكراته نلخصها فيما يلي لأهميتها كان الأيوبي في معية القائد أحمد بيغ أوراق عندما كان هذا يقوم بجولة في النهر مع سرية من الجنود على ظهر باخرة ولما وصلوا إلى سدة عكيكة وجدوا هناك الشيخ عجم السعدون في حالة استعداد مع عشائره لخوض المعركة وقد طلب عجم مقدارا أو مقدارا من العتاد فأوعز أحمد بيغ إلى الأيوبي بتجهيز العتاد له وبينما كان الأيوبي مشغولا بذلك انصبت عليهم القنابل الإنجليزية مما اضطر أحمد بيغ وجنوده إلى الانسحاب بالباخرة على عجل حيث تركوا وراءهم الأيوبي مع نفر من الجنود وعند وعند انثالت العشائر على الأيوبي وجنوده تريد سلب بنادقهم يقول الأيوبي إنهم صاروا إذاك بين نارين نار الإنجليز من جانب ونار العشائر من الجانب الآخر فاضطر الأيوبي أن يرمي بنفسه إلى جدول للاحتماء به ولما هدى إطلاق النار خرج من الجدول وصار يمشي متجها نحو سوق الشيوخ وصف الأيوبي المشاكل التي واجهها أثناء سيره في طريق سوق الشيوخ إذ كان أفراد العشائر يحاولون نهبه مرة بعد مرة هذه المعلومات من علي جودة ذكريات بيروت 1967 صفحة 34 إلى 38 وذكر كيف أنه في إحدى المرات جوبها برجلين يصوبان بندقيتهما عليه وصرخ أحدهما به سلم يا ولد فاستنجد الأيوبي بأحدهما على طريقة الدخالة العشائرية قائلا أنا بوجهك يا ولد فوافق الرجل على قبول دخالته بشرط أن يرمي له الأيوبي سلاحه فورا وبعد أن أعطاه الأيوبي سلاحه أخذ أحد الرجلين يفتشه فأدرك الأيوبي مقصد الرجل من التفتيش فقدم له محفظة نقوده التي كانت تحتوي على خمس ليرات مع مجيد واحد ثم صار الأيوبي يتوسل إلى الرجل لكي يرجع له شيئا من نقوده لأنه لا يملك غيرها وأخذ يلح في التوسل فأعطاه الرجل المجيد ثم دفعه بكلمات بذيئة ليتخلص من إلحاحه يقول الأيوبي إنه كان يحمل عددا كبيرا من الليرات الذهبية مخفية في هميانه وهو إنما ألح في طلب نقود قليلة من الرجل لكي يحمله على الاعتقاد بأنه لا يملك غيرها وقد نجحت الحين وحين وصل الأيوبي إلى بلدة سوق الشيوخ وجدها في هرج ومرج فبات ليلته تلك عند رجل من شرطة الدرك اسمه علي الحشاش وفي الصباح خارج الأيوبي ليتمشى في السوق فوجدها قد احتلها الإنجليز ورأى ثلة من الجنود يتقدمهم كوكس وويلسون ومعهم الشيخ فرهود المغشغش فاستوقفه الجنود وسأله أحدهم بالعربية هل أنت ضابط فانبرى الشيخ فرهود يجيب عنه وهو يضحك قائلا نعم ضابط واسمه علي جودة فألقى الجنود القبض عليه وسيق إلى البصرة حيث التقى فيها بزميليه مولود مخلص وعبد الله دلين مكث الثلاثة في البصرة سنة واحدة تقريبا ولم يذكر الأيوب في مذكراته تفاصيل ما جرى لهم في البصرة ولكن مجلة الأسرار البيروتية ذكرت شيئا من ذلك نقلا عن مولود مخلص فيما يبدو وخلاصته أن كوكس عامل أولئك الثلاثة معاملة ممتازة وقال لهم إنه لا يعتبرهم أسرى بل ضيوفا عليه ثم أرسلهم إلى العمارة لمقابلة الجنرال نيكسون الذي كان فيها آنذاك وعندما قابلوا نيكسون عرضوا عليه اقتراحا بتأليف قوة من المتطوعين العراقيين تقاتل إلى جانب القوات الإنجليزية لقاء تصريح من القائد العام بالمساعدة على تحقيق الاستقلال الذي يصب إليه العرب فكان رد نيكسون عليهم أنه لا يملك السلطة التي تخوله أن يفعل ذلك ولكنه على أي حال مستعد أن يقبلهم ضباطا في الجيش الإنجليزي ووعدهم بالرتب العالية والوظائف التي يرغبون فيها فقال له مولود مخلص إنهم يسعون لهدف وطني وليس لنيل الرتب وليس لنيل الرتب فأجابه نيكسون قائلا إن انضمامكم إلى صفوفنا هو في حد ذاته عمل وطني لأننا لم نعلن الحرب إلا من أجل تحرير الشعوب المستضعفة فلم يقبل الثلاثة بهالة الجواب وظلوا مصرين على اقتراحهم الأول وعند هذا قدم لهم نيكسون انذارا نهائيا قال فيه إن عليهم أن يقبل الوظائف التي عرضت عليهم وإلا فإنه يعتبرهم أثمانيين ويعاملهم معاملة الأسرة وحين وجدهم يرفضون انذاره أمر بإعادتهم إلى البصرة ومعاملتهم كبقية الأسرة الذين كانوا معتقلين هناك يواجهنا هنا سؤال لماذا قابلهم نيكسون بهذه المقابلة الخشنة ولماذا لم يستجب لمطالبهم مع العلم أن ذلك سيشجع ضباط آخرين على الهرب من خطوط الأتراك والانضمام إلى الإنجليز لكي نستطيع الجواب على هذا السؤال لكي نستطيع الجواب على هذا السؤال يجب أن نذكر أن السياسة البريطانية يوم ذاك كانت منقسمة تجاه العرب إلى مدرستين متضادتين في الرأي هما مدرسة القاهرة ومدرسة الهند فلقد كانت مدرسة القاهرة تضم أولئك الرجال الذين كانوا يعملون فيما يسمى بالمكتب العربي في القاهرة من أمثال ميك ماهون وستورز وسايكس وكلايتون ووينجيت وهوغارت ولورنس وكورنواليس وغيرهم وكانت السياسة التي يتبعونها هي العمل على تشجيع الدعوة القومية بين العرب والتعاون معهم لمقاومة الدعوة الدينية التي كان الأتراك يلتزمونها أما مدرسة الهند فكانت تضم الضباط الذين كانوا يشرفون على الحملة البريطانية في العراق وكان رأيهم أن القوات البريطانية قادرة أن تفتح العراق من غير حاجة إلى معونة العرب وأن معونة العرب قد تضر بريطانيا أكثر مما تنفعها لأنها تجعل العرب بعد الحرب يغالون في مطاليبهم الوطنية فيؤدي ذلك إلى تعقيد التسوية النهائية للوضع السياسي في العراق ولا حاجة بنا إلى القول بأن الجنرال نيكسون كان من أتباع مدرسة الهند وهذا قد يفسر لنا سر رفضه لمطاليب الضباط العراقيين ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن أتباع هذه المدرسة تراجعوا عن موقفهم هذا فيما بعد لا سيما حين حلت بهم الهزائم في الكوت ثم انتصرت مدرسة القاهرة بثورة الشريف حسين في الحجاز يقول علي جودة الأيوبي في مذكراته إن حاكم البصرة العسكري استدعاهم على أثر إعلان الشريف ثورته وسألهم قائلا هل أنتم مستعدون للذهاب إلى أي قطر عربي ينادي بالاستقلال فكان جوابهم نعم فأبرق الحاكم إلى مكة برغبتهم هذه وعاد الجواب منها مرحبا بهم فسافروا إليها مؤامرة في الناصرية إن هرب الضباط العراقيين الثلاثة أثار خوف القائد التركي نور الدين بيك فأوعز إلى رجال استخباراته أو استخباراته بتشجيد الرقابة على الضباط العراقيين الآخرين الموجودين في الجبهة وأوصى بأن لا يعطى هؤلاء الضباط مراكز ذات مسؤولية في الجيش خشية أن يستمي لهم الإنجليز فيصاب الجيش من ذلك بالضرر الكبير وأرسل نور الدين بيك إلى القيادة العليا في إسطنبول تقريرا يلفت نظرها إلى موقف الضباط العراقيين وخوفه منهم ويطلب منها تقليل عددهم في الجبهة العراقية واستبدال ضباط أتراك بهم على أن يرسل الضباط العرب إلى جبهة قفقازية أو إلى منطقة تركية أخرى يبدو أن خوف نور الدين بيك كان في محله فقد كان الضباط العراقيون في الناصرية مصممين على شيء وقد شجعهم هرب زملائهم الثلاثة فقرروا الاحتذاء بهم غير أنهم ارتأوا أن يتصلوا بالانجليز قبل الهرب لكي يضمنوا بذلك مصيرهم وفي الرابع عشر من تموز عندما كانت الناصرية مهددة بزحف القوات الإنجليزية عليها اجتمع نفر منهم سرا في دار يوسف العزاوي وكان فيهم بالإضافة إلى صاحب الدار تحسين العسكري تحسين علي عبد الرحمن الأعظمي صادق الشيخلي اسماعيل نامق يوسف حمضل عيسى الوتري توفيق وهبي رشدي القبطان رمزي فتاح وخلف خيري وكان فيهم كذلك ضباط سريون كصادق الجندي وتوفيق الحموي وقد بدأ يوسف العزاوي الحديث فقال ما نصه ترون أيها السادة أن الموقف بات خطرا أو خطرا للغاية فالحكومة العثمانية أهملت أمر البلاد كل الإهمال وهي بدلا من أن تنصفنا وتساعدنا في هذه الأحوال الحارجة أرهقت شعبنا واستبدت عليه وقد كان في إمكاننا لو أنصفونا أن لا نثور عليهم ولكنهم أحرجونا فأخرجونا إن الجيش العثماني لم يتمكن إلى الآن من الثبات في أي معركة من المعارك تجاه الإنجليز والقوات الإنجليزية تتقدم في البلاد محتلة وهذا معناه خلاصنا من نير أجنبي ضعيف ووقوعنا أو وقوعنا تحت نير أجنبي قوي فعلينا إذن أن نعالج الموقف بدقة وأن نتخذ تدابير من شأنها تحقيق الهدف الذي نسعى إليه انتهى كلامه وبعد أن انتهى العزاوي من كلمته هذه حدثت مناقشة طويلة بين الحاضرين قرروا على أثرها أن الوقت حان لإعلان الثورة العراقية وإعلان والدخول في موافاوضات سرية مع الإنجليز للحصول على مساعدتهم في نيل استقلال العراق وقد ارتأى الحاضرون أن قائد الموقع أحمد بيج أوراق وضابط ركنه عادل بيج يخشى منهما ويجب اعتقالهما وعهدوا بأمر اعتقالهما إلى اثنين منهم هما توفيق وهبي ورمزي فتاح وقرر الحاضرون كذلك وجوب إرسال يوسف العزاوي إلى الشيخ عجمي السعدون والشيخ خيون العبيد لمفاتحتهما في موضوع الثورة وإقناعهما بالاشتراك فيها ذهب العزاوي عقب انتهاء الاجتماع إلى مضارب الشيخ عجمي السعدون لمفاتحته في الأمر ومما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الإنجليز كانوا قد اتصلوا بالشيخ عجمي قبل عدة أشهر محاولين استمالته إليهم وكان جوابه لهم أنه يخشى أن تنحط سمعته إذا تخلى عن الأتراك من غير سبب وإنه سوف يجد سببا يبرر تركه لهم وظاهر أنه وجد السبب المبرر عندما جاء إليه العزاوي يعرض عليه اقتراح الضباط العراقيين فقد قال له إنه لم يكن يستطيع الانفصال عن الأتراك من غير سبب وجيه أما إذا تعهد الإنجليز باستقلال العراق فإنه أول من ينظم إلى الحركة وقد تم الاتفاق بينهما أخيرا على إرسال مندوب من الشيخ عجمي إلى الجنرال غورنج لهذا الغلط حين قابل مندوب الشيخ عجمي الجنرال غورنج كان جواب هذا القائد يشبه جواب نيكسون للضباط الثلاثة من قبل وهو أنه لا يملك أي سلطة تخويله إعطاء وعد حول استقلال العراق ثم قال غورنج أن كل ما يستطيع أن يفعله في هذا الأمر هو أن يعترف للشيخ عجمي بسيادته على عشائر المنتفق وأن يساعده بمبلغ مئتي ألف ربية تدفع له حالا علاوة على منحه ما يحتاج من مرتبات وأسلحة وضباط للتدريب ولما علم الشيخ عجمي بهذا الجواب قال إنني أحقر نفسي إذا أرددت عليه حاول الإنجليز بعد هذا أن يستميل الشيخ عجمي إليهم بأن زادوا له المبلغ فجعلوه أربع مليون ربية وأرسلوا إليه صديقا له من وجهاء البصرة هو أحمد الصانع ليقنعه فلم يوفق وفي الحادي والعشرين من تموز أي قبل السقوط الناصرية بثلاثة أيام عاد يوسف العزاوي إلى أصحابه وأخبرهم بنتائج المحادثات التي أجراها ثم قال لهم كنا نعتقد أن الإنجليز في أعمالهم في العراق لا يقصدون فتوحات جديدة وإنما هدفهم إسعاف البلاد العربية وتحريرها من العثمانيين ولكن المحادثات التي قمت بها دلتني على أن هؤلاء لا يقصدون تحريرنا ولهذا أرى من الواجب العدول عن القرار الذي اتخذناه والعمل بجانب العثمانيين إلى آخر نسمة من حياتنا وقد وافق أصحابه على رأيه وألغيت المقررات السابقة التي اتخذت لإعلان الثورة المصادر ميس بيل فصول من تاريخ العراق القريب ترجمت جعفر الخيار بيروت ألف وتسعمائة وواحد وسبعين صفحة أحد عشر إلى اثنى عشر ومجلة الأسرار البيروتية في عددها الصادر في الرابع والعشرين من تشرين الأول الف وتسعمائة وثمانية وثلاثين صفحة مائة وستة وسبعين معركة السن كان الجنرال طونزند قد أصيب بضربة شمس بعد أيام قليلة من احتلاله للعمارة فنقل إلى الهند للمعالجة وعندما تم شفاؤه عاد إلى العمارة فوصلها في صباح الثامن والعشرين من آب الف وتسعمائة وخمسة عشر كان طونزند قد نيطت به عند عودته مهمة التقدم نحو الكوت بغية احتلالها وبعد أن درس طونزند مواقع الأتراك وضع خطته استناداً إلى قواعد نابليون الذي كان طونزند مولعاً به وكان من جملة تلك القواعد أنه يجب توجيه القوة الكبرى من الجيش ضد أضعف نقطة من خطوط العدو وقد قرر طونزند تطبيق هذه القاعدة في مهاجمة مواقع الأتراك التي كانوا قد أعدوها على ضفتي نهر دجلة إلى الشرق من الكوت للدفاع عنها كانت مواقع الأتراك قد ارتكزت على موضعين أحدهما يقع على الضفة اليمنى بالنهر دجلة وهو عبارة عن خط من التلول يبلغ امتداده خمسة أميال ويسمى السن والثاني يقع على الضفة اليسرى من النهر وهو عبارة عن برزخ يقع بين شاطئ النهر والأهوار الممتدة إلى الشمال منه وكانت خطة طونزند هي أن يتظاهر بالهجوم على القوات التركية المستحكمة على الضفة اليمنى وراء تلول السن بينما هو يرسل قوته الكبرى تحت جنح الظلام إلى الضفة الأخرى من النهر لتقوم بحركة التفاف واسعة من وراء الأهوار بغية تطويق القوات الموجودة هناك وفي صباح السابع والعشرين من أيلول بدأ طونزند هجومه وحسب الخطة النابليونية التي وضعها وكانوا قد أعدوا لها أو له برجا ليصعد عليه فيراقب المعركة من فوقه وصادف أن كان الجنرال نيكسون قد وصل إلى ساحة المعركة في تلك الساعة فصعد إلى البرج أيضا ويقول طونزند في مذكراته إنه أخذ يدير المعركة من فوق البرج دون اهتمام بالجنرال نيكسون الذي كان بجانبه وظل نيكسون ساكت أثناء المعركة فلم يتدخل في الأوامر التي كان طونزند يصدرها المصدر شارلس طونزند المصدر السابق صفحة 167 أراد طونزند خداع الأتراك وإيهامهم بأن قواته تتحرك كلها باتجاه أو باتجاه تلول السن ولهذا أعد عجلات كثيرة وجعلها تتحرك في تلك الجهة فأثارت غبارا كثيفا مما جعل نور الدين بيك تنطل عليه الحيلة فأخذ يركز معظم قواته على موقع السن تاركا المواقع الأخرى على الضفة اليسرى من النهر ضعيفة النسبية حدث أثناء المعركة حادث كاد يؤدي إلى فشل خطة طونزند وهو أن عريفا هنديا مسلما هرب من الخطوط الإنجليزية ومعه ثلاثة جنود والتحق بالأتراك بدافع من ضميرهم الديني وأخبر نور الدين بيك بسر الخطة وقد اهتم نور الدين بالأمر وعقد مع كبار ضباطه مجلسا حربيا للمداولة في الأمر ولكن المجلس قرر بعد المداولة أن فرار الجنود إليهم ليس سوى مكيدة حربية يقصد بها الخداع وكان ذلك من حسن حظ طونزند حيث سارت خطته على النحو الذي أراده لها دون أن يفطن لها الأتراك كانت نتيجة المعركة انتصارا باهرا لطونزند حيث بدأت القوات التركية تنسحب شمالا بعد أن خسرت ألف وسبعمائة قتيل وجريح وألف ومئة أسير وأربعة عشر مدفعا أما الإنجليز فكان مجموع خسائرهم ألف ومئتي قتيل وجريح وهنا لا بد لنا من أن نذكر أن نور الدين بيك وإن كان قد هزم في هذه المعركة غير أنه لم ينكسر وهناك فرق كبير بين الهزيمة والانكسار فقد استطاع أن يسحب معظم قواته بنظام إلى موقع سلمان باك وهو موقع حصين كان قد أعد من قبل للدفاع عن بغداد كان المفروض في طونزند بعد أن انتصر في معركة السن أن يطارد القوات التركية مطاردة عنيفة بغية أسرها كلها أو تحطيمها ولكنه أخفق في ذلك ويُعز السبب في إخفاقه هذا إلى عاملين أولهما ما أبداه نور الدين بيك من حذق وهمة في إدارة قواته عند انسحابها وكذلك ما أبدته قواته من بسالة عظيمة في تعويق الحركات الإنجليزية أما العامل الثاني في إخفاق طونزند فيعود إلى قلة وسائل النقل لديه يقول ويلسون في التعليق على ذلك إن طونزند لو كانت لديه وسائل النقل الكافية البرية والنهرية لتمكن من أسر القوات التركية كلها ولربما استطاع بعدئذ أن يدخل بغداد من غير مقاومة ولكان ذلك نقطة تحول حاسمة في حرب العراق ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن الخيالة من السيك والهندوس الذين أوعز إليهم بمطاردة القوات التركية المنسحبة أبدوا إحجاما وقلة اكتراث ولما سأل طونزند آمرهم عن سبب ذلك أجاب إنه لم يتمكن من نقل أواني الطبخ معه نظرا لعدم تيسر وسائط النقل وأن جنوده يأنفون من استعمال أواني الطبخ العربية التي يعثرون عليها في القرى لإعداد طعامهم ويقول طونزند في مذكراته تعليقا على ذلك فلو انضمت إلى قوة في تلك الأثناء كتيبة خيالة بريطانية واحدة لتمكنت من تكبيد الترك خسارة فادحة إبان تراجعهم ولكنهم تراجعوا من غير أي يلحق بهم أو يلحق بهم أذى وكل ذلك من أجل أواني الطبخ فتأمل يمكن القول على أي حال أن الانتصار الإنجليزي في معركة السن على الرغم من نقصه هذا قد أضاف هالة جديدة إلى سمعة طونزند فصار اسمه مشهورا ولقبه بعضهم ببطل سباق الزوارق كما لقبه آخرون ببارون بغداد باعتبار أنه سيفتح بغداد قريبا ويصبح الحاكم فيها وأخذت الصحف البريطانية تتحدث عنه بزهو وفخار سلوك العشائر كان للانتصارات الإنجليزية المتوالية التي تحدثنا عنها تأثير مهم في سلوك العشائر العراقية نعرج على المصادر في الهامش تحسين العسكري المصدر السابق الجزء الأول صفحة 91 إلى 92 وأرنولد ويلسون الجزء الأول صفحة 82 وشارلز تونز تونزند المصدر السابق صفحة 174 إلى 175 يقول فقد صارت هذه العشائر واثقة كل الوثوق بأن الأتراك لا يرجى لهم خير وأن الإنجليز غالبون دائما وبدأت الإشاعات والأساطير تنتشر بين العشائر بوجه خاص وبين سكان العراق كله بوجه عام حول قوة الإنجليز وعلومهم العجيبة وأسلحتهم الهائلة وثروتهم التي لا تحد وكان عملاء الإنجليز وجواسيسهم المنتشرون في أنحاء العراق يدأبون على بث مثل تلك الإشاعات والأساطير بين الناس ويحلفون بالله على صحتها يروي تحسين العسكري في مذكراته قصة تدل على مبلغ تأثير تلك الإشاعات في أذهان العشائر وقد وقعت تلك القصة أثناء انسحاب الأتراك من معركة السن نحو سلمان باك وكان تحسين يوم ذاك منسحبا كذلك وهو برفقة زميله يوسف حنضل ومعهما دليل ريفي اسمه غراب وصار يتحدثان مع غراب فسألاه عن رأيه في حالة الجيشين المتحاربين فأجابهما بلهجته الريفية قائلا يخوي هذه مكتوبة مكتوب لكم الضلون الطاردون للور فاغتاض يوسف حنضل من جواب غراب ووبخه عليه فقال غراب تلطيفا لغضبه يا بيك لا تزعل الله ذكرها بالقرآن يشير بذلك إلى سورة الروم وما فيها من ذكر لمغلوبيتهم علما بأن العشائر العراقية كانت تطلق على الأتراك اسم الروم ثم أضاف غراب إلى ذلك قائلا بما معناه أن الأتراك مغلوبون حسب منطوق القرآن ولا فائدة من المقاومة مطلقا فصرخ به يوسف حنضل وأسكته إن هذه الفكرة التي سيطرت على أذهان العشائر جعلتهم يستهينون بالحكومة التركية ويحاولون إيذاءها ونهب جنودها بكل وسيلة تقع في أيديهم وأدركت الحكومة عندئذ أن حركة الجهاد كانت طلاءاً ظاهرياً لدى أفراد العشائر وأنهم إن من دفعوا في الجهاد في البداية تحت تأثير الحماس الوقت الذي أثاره فيهم رجال الدين فلما زال الحماس عادت العشائر إلى سيرتها الأولى في سلوكها المعادي للحكومة إن العداء العميق بين العشائر والحكومة الذي دام عدة قرون لا يمكن أن يزول بتأثير فورة حماسية مؤقتة المصدر تحسين العسكري المصدر السابق الجزء الأول صفحة مئة وثلاثة وثلاثين إلى مئة وثمانية يروي إبراهيم الراوي في مذكراته أن عشيرة بني لام التي شاركت في الجهاد في عربستان برئاسة غضبان البنية أخذت بعدئذ تسلب الضباط والجنود المنسحبين كل ما كانوا يملكون ويروي الضابط التركي أثمان مظهر بيك أنه كان قبيل معركة الزوارق في القرنة مكلفا باستمالة العشائر الساكنة هناك فاستدعى إليها رؤساءها وخطب فيهم حيث ذكر لهم كيف أن الدولة العثمانية لا تريد إلا الدفاع عنهم ودرأ خطر الأعداء عنهم وأن الإنجليز طامعون ببلادهم منذ عشرات السنين ولهذا أصبح من الواجب الوطني عليهم أن يهبوا للدفاع عن بلادهم حتى آخر نسمة في حياتهم ثم وزع الضابط عليهم الأموال فوعدوه خيرا وقاموا بالهوسات الحماسية تأييدا له ولكنهم لم يكادوا يشاهدون الطائرات الإنجليزية تحلق في الجو حتى تفرقوا عنه من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة ثم اختفوا وراء الأدغال يراكبون الموقف ولما رأوا الأتراك ينهزمون انقلبوا عليهم وأخذوا يرمونهم بالرصاص من ورائهم المعروف عن بعض العشائر التي شاركت في معركة الشعيبة أنها لم تكد تلمح بوادر الهزيمة في جانب الأتراك حتى انثالت عليهم نهبا وقتله ومن الطرائف التي تروى في هذا الصدد أن إحدى العشائر قالت في هوسة لها آنذاك خلينا الجنة الهادين تقصد بذلك أنها تركت الجنة كلها للسيد هاديم قوطر الذي كان قد حصل على ثلثي الجنة في هوسة سابق ألصق الأتراك عقب معركة الشعيبة تهمة الخيانة بالعرب ومن هنا جاءت عبارتهم المشهورة التي صار الناس يرددونها بعدهم كثيرا وهي عرب خيانة وقد جرت في تلك الآونة محاورة عنيفة بين الضابط أحمد بيغ أوراق وبدر الرميض رئيس عشيرة بني مالك نعرج على المصادر إبراهيم الراوي ذكريات بيروت 1969 صفحة 13 ومجلة الأسرار البيروتية في عددها الصادر في السادس والعشرين من تموز 1938 وعبد الشهيد الياسري البطولة في ثورة العشرين النجف 1966 صفحة 76 نعود فقد قال هذا الضابط بحضور جمع من العشائر إننا لو فتحنا الشعاب والبصرة يبقى علينا واجب ثاني هو فتح العراق وخاصة الفرات أولا وعشائر شط دجلة ثانيا لأنهم خوانة فأجابه بدر الرميض قائلا أنتم الخوانة للإسلام وتحزبكم ضد العرب كاف لمصداق قولي وأنتم أولى بالحرب والقتال ممن نحارب ولولا فتوى علمائنا لما وجدتمونا في هذه الساحات التي نقاتل فيها إن هذه المحاورة تدل على العداء العميق الذي كان قائما بين العشائر والحكومة التركية وهذا العداء كان قد ستر عليه طلاء خفيف أثناء حركة الجهاد كما أشرنا إليه آنفا وسرعان ما أزيح عنه الطلاء وعاد الفريقان إلى عدائهم القديم فهي إذن ليست قضية خيانة إنما هي قضية عداء قديم تنوسي فترة أو فترة قصيرة من الزمن لظروف طارئة ثم عاد أخيرا إلى وضعه الأول هناك قصة يتداولها الرواة كثيرا في هذا الشأن خلاصتها أن جماعة من أبناء العشائر شاهدوا ذات مرة جنديا تركيا مجروحا فأحاطوا به يسألونه بالإشارة عما عنده من النقود فأشار الجندي بيده إلى ثمه وكان يقصد أنه أنفق نقوده كلها في شراء الطعام له لشدة الجوع ولكنهم ظنوا أنه بلع نقوده فشقوا بطنه فلم يجدوا فيها شيئا إن هذه القصة لا ندري مبلغ صحتها وربما كانت من المبالغات التي يولع الناس بذكرها في مثل هذه الظروف إنما هي على أي حال غير مستبعدة في ضوء ما نعرف من طبيعة العداء القديم بين العشائر العراقية وجنود الحكومة التركية فالجنود كانوا فيما مضى يقسون كثيرا على أفراد العشائر ولا يشعرون إزاءهم بأي عطف أو رحمة ولا بد أن تنتهز العشائر فرصة الهزائم التي حلت بالجنود في الحرب لكي تنتقب منهم أبشع الانتقام المصدر فريق مزهر آل فرعون الحقائق الناصعة بغداد 1952 الجزء الأول صفحة 40 حب الغنيمة الواقع أن أفراد العشائر لم يقتصر نهبهم على الجنود الأتراك فقط بل تعدوهم إلى رجال الدين والساد الذين كانوا يجاهدون معهم ولكنهم كانوا ينهبونهم ويحترمونهم في آن واحد وقد رويت في ذلك عدة قصص طريفة يروي عبد العزيز القصاب في مذكراته قصة من هذا القبيل خلاصتها أن المجتهد السيد عبد الرزاق الحلو الذي خرج مع أتباعه للجهاد في نواحي القرنة لم يبق معه من أتباعه بعد الهزيمة سوى أربعة رجال فأخذ يتنقل بهم من قرية إلى قرية وحين قارب إحدى القرى خرج إليه بعض سكانها وكانوا من مقلديه وطلبوا منه أن ينزل عن بغلته لأخذوها إذ قالوا له شيخنا بدلا من أن يأخذ أهل القرية التي أمامنا حوائجك وأمتعتك وهما أعداء لنا فالأولى بها نحن أصحابه ثم استحوذوا بالفعل على بغلته وما معه من أمتعة كما سلب أصحابه الأربع واضطر السيد أن يسير على قدميه ماشيا بالرغم من شيخوخته ومرضه ويروى كذلك أن جماعة من العشائريين هجموا على خيمة مجتهد كبير بغية نهبها فوجدوا فيها المجتهد يصلي على سجادة ثمينة فأشاروا عليه أن ينتهي من صلاته بسرعة لأنهم يريدون أخذ السجادة من تحته ولما لامهم المجتهد على هذا أجابوه بكل احترام شيخنا لا اطولها إذا نحن لم نأخذها أو لم نأخذها أخذها غيرنا إن هذه القصة التي والتي قبلها تذكرنا بما حدث في كربلة على أثر مقتل الحسين بن علي حين أقبل رجل من أهل الكوفة على صبية من أهل بيت الحسين فأخذ ينتزع خلخالها من قدمها وهو يبكي فلما سألته الصبية عن سبب بكائه أجاب بأنه يبكي للمصيبة التي حلت بأهل البيت ولكنه مع ذلك مضطر أن يستلب الخلخال منها قبل أن يستلبه رجل آخر إن الدافع الذي يدفع الفرد العشائري نحو هذا السلوك تجاه رجال دينه هو حبه للنهب والغنيمة وهو يختلف في ذلك بعض الشيء عن سلوكه تجاه جنود الحكومة إذ هو كان ينهبهم تحت تأثير دافعين هما الانتقام والنهب معا المصدر عبدالعزيز القصاب من ذكرياتي بيروت 1962 صفحة 108 إلى 110 ومن الممكن القول أن العشائر عندما تحمست للجهاد في البداية إنما كانت تأمل أن تفوز فيه بالنهب والغنيمة علاوة على الفوز بالجنة التي وعدهم بها رجال الدين ولما اتضح للعشائر أخيرا أن الجهاد لا غنيمة فيه وأن الحكومة مغلوبة لا فائدة ترجى منها انقلبوا على عقابهم وأخذوا ينهبون كل شيء تقع عليه أيديهم للتعويض عما فات يجب أن لا ننسى أن العشائر العراقية ورثت من البداوة هذا الميل الشديد للنهب والغنيمة فقيمة الغنيمة عند البداوي لا تنحصر في نطاقها المادي المحسوس بل إن لها قيمة أخرى أكبر من ذلك كثيرا هي القيمة المعنوية التي ينالها الغانم بين عشيرته ويتباهى بها على الأقران إن الغنيمة في نظر العشيرة دليل على شجاعة صاحبها ومقدرته على الغزو ولا يمتنع عن النهب سوى الجبان والضعيف يقول حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في وصف بدو الصحراء إنهم لا هم لهم إلا النهب أو لا هم لهم إلا النهب والسلب وقطع الطريق ويعد هذا العمل في نظرهم من المفاخر ولسان حالهم يقول المال مال الله يوم لي ويوم لك نصبح فقراء ونمسي أغنياء ونصبح أغنياء ونمسي فقراء وإذا حالف البدو أميرا ثم بدرت منه بوادر الهزيمة أو بوادر الهزيمة كانوا أولا ناهبين له وحجتهم في ذلك أنه ما دام حليفهم منهوبا أو ما دام حليفهم منهوبا أو مأخوذا كما يقولون فهم أولى به وقد جرى مثل هذا كثيرا في العراق في الحرب العالمية الأولى مما أدى إلى استغراب الإنجليز لأنهم لم يفهموا كيف ينهب الصديق صديقة ولكن البداوة لا تعرف غير النهب والسلب والغنيمة فيها مقدمة على كل شيء يأزو حافظ وهبة هذه الخصلة في البدو إلى كونهم مجبولين على الرياء والنفاق وقلة الإخلاص وهذا رأي لا نميل إلى الأخذ به فالواقع أن البدو من أكثر الناس اتصافا بالصراحة وبعدا عن الرياء والنفاق ولكن مشكلتهم أن النهب لا يدخل تحت مفهوم الرياء والنفاق عندهم فالمال في نظر البدو هو كما قال حافظ وهبة مال الله وليس لأحد حق ثابت فيه إنما من حق كل من يملك المقدرة للحصول عليه ومن هنا جاء في بعض أمثالهم المعروفة قولهم الحلال ما حل باليد والحق بالسيف والعاجز يريد شهود ومن الجدير بالذكر في هذا الصد أن الفرد البدوي في الوقت الذي هو فيه شديد الميل إلى النهب والغنيمة نراه كذلك شديد الحرص على القيام بواجبات الدخالة والضيافة وحماية الجار وما أشبه وقد لا يتردد البدوي أن يضحي بنفسه أو بمصلحته من أجل دخيله أو ضيفه أو جاره وقد ورثت العشائر العراقية هذه الخصال من البداوة إلى حد ما ولهذا رأيناهم ينهبون كل إنسان خارج العشيرة إنما هم في داخلها قلوم رؤة ونجدة وكرم إن قصة الشيخ عريبي التي ذكرناها آنفا تدل على ذلك بوضوح فهذا الشيخ بدل ولائه أو بدل ولائه من جانب الأتراك إلى جانب الإنجليز بسرعة وبلا خجل غير أنه كان في الوقت نفسه شديد الحرص على المحافظة على قواعد الدخال إذ وجدناه يحمي الضابط العثماني الذي دخل عليه ولم يفرط فيه على الرغم مما قد ينتج عن ذلك من إثارة لغضب الإنجليز عليه إن هذه القصة تصور لنا الشخصية العشائرية من كلا جانبيها السلبي والإيجابي ولعلني لا أغالي إذا قلت إن معظم أبناء العشائر في العراق سواء منهم الرؤساء أو الأفراد العديون هم على هذه الشاكلة إذ هم لا يخجلون أن يبدلوا ولاءهم من جانب إلى آخر أو ينهب من كان حليفهم بالأمس فهذا أمر فهذا أمر قد اعتادوا عليه ولا يجدون فيه ما يعيبهم إنما هم يستنكرون كل الاستنكار خرق قواعد الدخالة أو غيرها من القيم الاجتماعية التي ورثوها من أسلافهم البدو يروي علي آل بازرغان إن الضابط سعيد المداء أو الديني جاء إلى داره ببغداد في تموز 1916 وهو في حالة يرثى لها إذ كان ممزق الثياب أصفر اللون كأنه قد نهض توى من قبر وقص عليه ما كانت تقترفه عشائر دجلة من أعمال وحشية نحو الجنود من سلب وبقر للبطون وهو إنما نجى منهم بيعجوبة حيث ادعى أنه ابن رئيس عشيرة الدينية وقد بعثه أبوه لمواجهة رئيس عشيرة زبيد إن القارئ لهذه القصة قد يمتعظ مما فعله أفراد العشائر بالجنود من سلب وقتل ولكنه يجب أن يذكر في الوقت نفسه كيف نجى سعيد الديني بالدعائه أنه ابن رئيس عشيرة وهذا أمر لم يكن نادر الحدوث في تلك العيام وقد نجى بها الكثيرون حدثني أحد الجنود العراقيين من الذين فروا من القوات التركية في إحدى معارك الجنوب فقال إنهم كانوا إذا نزلوا في طريقهم عند عشيرة من العشائر رحبت بهم العشائر أو العشيرة وبذلت لهم الطعام وألبستهم الملابس التي كانوا في حاجة إليها ولكنهم لا يكادون يخرجون من العشيرة ويبتعدون عنها قليلا حتى يأتي إليهم بعض المسلحين من نفس العشيرة أو من عشائر أخرى قريبة فيسلبوهم جميع الملابس التي كانوا قد حصلوا عليها وقد حدث هذا لهم مرة بعد مرة وحين عادوا إلى بيوتهم لم يكن عليهم سوى ملابس رثة ممزقة إن المعايير الخلقية نسبية فما نعتبره قبيحا قد يعتبره غيرنا حسنا ونحن إذ نريد أن نصدر حكما على أخلاق فئة من الناس ينبغي أن ننظر إليهم من خلال معاييرهم لا من خلال معاييرنا المصدر علي البازرغان الوقائع الحقيقية بغداد 1954 صفحة 53 إلى 54 إلى هنا ينتهي الفصل السادس نتبعه بالفصل السابع العصيان في الفرات الأوسط فإلى هنا ترجمة نانسي قنقر